صباح الخير يا حلوين كيف حالكم معكم المعلمة مرام عبدالقادر من الطيبة اكيد متذكرين ممتازين وانا كثير بحب ان اقدم لكم دروس اليوم راح علمكم معلمتي درس العلوم عن النباتات المستنبتة والنباتات البرية يلا نبلش اذا ماذا سنتعلم اليوم عن شو راح علمكم وانا اليوم ممتازين عن النباتات المستنبتة والنباتات البرية احسنتم ابدعتم اذا درسنا اليوم مع المعلمة مرام عن شو عن النباتات المستنبتة والنباتات البرية شو الهدف من الدرس معلمتي لشو المعلمة مرام اليوم جاي تحكي لنا معلمتي عن شو راح نتعرف انت راح يتعرف الطالب على النباتات المستنبتة والنباتات البرية ورح كمان معلمتي انه يميز الطالب بين النباتات المستنبتة والنباتات البرية يعني اول ايش راح اعرفكو عليها وعشان بعد هتقدروا تميزوا بين النبات المستنبت والنبات البرية يلا كامل ما نبلش الحصه بدي اعطيكو معلمتي بس تجيبوه للدفتر والخلم هذا هو راح اعطيكو ثلاثين ثانية راح استناكو كيفكم رجعت لكم معلمتي ذاكرين لما لمعلمي مرام علمتكم ثم ما هي البيئة الحياتيه متذكريني معلمتي انو انتي اشرحش يعني البيئة الحياتيه ممتاز البيت المقوى ممتاز احسنته لشو معلمتي بحشو يعني بحتاجوا فيها بالبيئة الحياتيه ممتازه بيجد الغذاء والماء احسنتم احسنتم اول مره انا علمتكم معلمتي فيها علمتكم عن البيئة الحياتيه قلتلكو هي المكان او البيت الذي تعيش فيه الكائنات الحيه مين هي الكائنات الحيه متذكرين ممتزين انسان حيوان نبات جراثيم وفطريات احسنتم هذول هن الكائنات الحي معلمتي شو معلمتي بتجد الكائنات الحي في البيئة الحياتية عشان تكمل حياتها تجد الهواء الغذاء الماء والمأوى نقدر نستغنى عن احد منهن معلمتي نقدر نستغنى عن الهواء كلا نقدر نستغنى عن الغذاء والماء كلنا معلمتي المأوى اللي هو البيت اللي بيحمينا ممتزين اذا البيئة الحياتية زي ما انتم مذكرين اللي بتعيش في الكائنات الحيه بتيجد في معلمتي شو بتحتاج بتحتاج الهواء والغذاء والماء والمأوى تجدو وين معلمتي في البيئة الحياتية علمته كمان متذكرين انه لكل كائن حي فيه الو بيئة حياتي خاصة فيه ممتزين مثلا لو حكت تلك الدجاج شو سم بيئتها الحياتي القن ممتزين الانسان شو شو سم بيئته الحياتي البيت احسنتم مثلا البقرة شو سم بيئتها الحياتي الحضيره ممتزين اذا لكل كائن حي معلمتي فيه الو بيئة حياتي نتقدم في بيئتنا توجد نباتات عديدة حكينا معلمتي انه في البيئة الحياتي عنا كان كصمنا لحيوانات برية وحيوانات تاجنه حكينا معلمتي كان عنا البيئة الاصطناعيه والبيئة الطبيعيه اليوم بدنا نكمل شو مفي عنا بالبيئة الحياتيه في عنا نوعين من انواع النباتات اذا قصمنا النباتات لنوعين نباتات برية ونباتات مستنبة احسنت اذا كمان في البيئة الحياتيه غير انو احنا بنجد حيوانات برية وحيوانات داجنه كمان في عنا بيئة اصطناعيه وبيئة طبيعيه كمان في عنا نباتات برية ونباتات مستنبته كمل ما اكمل انه دي ذكرني شو لها عن الحيوانات الداجنه ممتازي الحيوانات اللي بيربيها الانسان بقدم الاحتياجاتها الماء والغداء والمأوى ممتزين الحيوانات البرية الانسان بيربيها كلا تبحث عن الطعام لوحدها ممتزين احسنتم طب البيئه الطبيعيه مين صنعها الانسان لا البيئه الطبيعيه موجوده في الطبيعه ممتزين البيئه الاصطناعيه مين صنعها الانسان احسنتم اليوم راح نتعرف على كمان النباتات البرية والنباتات المستنبته معلمي مره مش يعني نباتات برية ونباتات مستنبته راح نشرح اسه اطلعوا لي تققولي بالصورتين شو الفرق بين الصوره والصوره الثانيه تركزوا مليح معلمتي ركزوا مليح ممتاز الصوره الاوله معلمتي اللي فيها ورد احمر لو شقائق النعمان والترمس اللي هنه نبقاتات فصل الربيع بتنمو في الربيع والقحوان معلمتي والصفر زي ما انتم شايفين ممتازين احسنتم لما تطلعوا جولي بتشوفوها هي نباتات برية ممتازين احسنتم اذا الصوره الاولى عنا اللي هي نباتات برية كيف اعرفتم من شقائق النعمان والترمس قاس في معلمتي والقحوان والصفر ممتازين الروح الصوره الثانيه شو هنا معلمتي القطن ممتازين القطن معلمتي من النباتات المستنبته شرحت لكم ايش يعني نبات برية ونبات مستنبت قاس راح نعرف مين بقدر يحكيلي اعطيتكو انا رمز ممتازة احسنت رائعين راح اشرحلكو انا شو قاس يعني نبات برية شو يعني نبات مستنبت النباتات البرية تنمو في البيئة الطبيعية النباتات البرية لا يزرعها او يغرسها ولا يعتني بها الانسان اذا معلمتي النباتات البري وان بتنمو في الطبيعه نرجع عالصوره اللي كابل تذكره لما تطلع جوله شو بتشوفوهن معلمتي بتشوفو شقائق النعمان الصفر عصر راعي هاي النباتات وان موجوده في الطبيعه ممتازين احسنتم من زرعها الانسان الانسان راح تجبله بلاش يزرع فيها الانسان غرزها هنا اه اسف معلمتي الانسان بيهتم فيها بنظف حواليها معلمتي بزودها بالماء كلا اذا النباتات البرية تنمو في البيئة الطبيعية لا يزرعها ولا يغرسها الانسان ولا يعتني بها النباتات البرية تنمو مثلا وين بتنمو معلمتي فالحقل البره شان الحقل البره احسنتي حقل معلمتي اللي مع حدا بيهتم فيه ممتازة احسنتي بالحرش انت شاطئ البحر معلمتي اذا اذا هاي النباتات بتنمو في هذه الاماكن مثل شو لحية العجوز المرمرية زنبقة الساحل هذول النباتات معلمتي نباتات برية لما تروح منتع الجبل شو بتلقت معلمتي زعتر الجبل صحيح من زرعوا هناك احنا زرعناه كلا معلمتي بنمو لحالها في الطبيعة اذا النباتات البرية تنمو في الطبيعة لوحدها معلمتي لا حدا بنظف حوليها ولا حدا بزودها بالغذاء ممتزين احسنتم اعرفتو شي عن النباتات البرية ممتاز شي عن النباتات المستنبتة النباتات المستنبتة البيتية هي النباتات التي يزرعها ويغرصها الانسان ويعتني بها ويزودها بالماء والحماية ما يعني معلمت نباتات مستنبتة ايش النباتات المستنبته لهي النباتات اللي بزرقها مين الانسان شو بيعمل بزرعها الانسان بزرقها معلمتي بيهتم فيها بنظف حواليها معلمتي بزودها بالماء وين بتنمو معلمتي هاي النباتات في الطبيعة ممتاز احسنتم في البيئة الاصطناعيه ذاكرين لما حكيت لكم البيئة الاصطناعيه مين معلمتي صنعها ممتازين الانسان عشان يتلبي احتياجاته فنفسه عشان هيك النباتات المستنبته وين بتنمو في البيئة الاصطناعيه مثل مرات بالبيت في ناس بحبوا يزرع معلمتي الورود كمان معلمتي بحبوا يزرعوا خضروات او فواكه عندكم اشجار البرتقال الليموني معلمتي في ناس بحب تزرع بندورة النعنع كمان وين بنجدهن في الحقول مثل الملفوف والموز معلمتي في كثير نباتات مستنبته احسنتي والخوق والعنب والتوت ممتازين ممتازين ابدعتم اذا النباتات المستنبته هي اللي بزرعها وبهتم فيها الانسان بزودها في الغذاء وين بتنمو في البيئة الاصطناعيه اللي صنعها الانسان كلنا مثل البيت الحقل اعطاتكم امثله مثل الملفوف الموز التفاح الخيار والبندورة معلمتي هاي جميعها نباتات مستنبته اذا النباتات الباسفه النباتات البرية ايش حكينا مين بزرعها ممتازين ما حدا تنمو في البيئة الطبيعيه هل الانسان بزرعها باهتم فيها كلا ممتازين احسنتم والنباتات المستنبته الانسان بزودها معلمتي بالماء كمان بزرعها وين في البيئة الاصطناعيه حتى نتعرف اسفه ما اسمه هذه النبتة وهل هي نبات مستنبت او نبات بري انا ذكرت لكم باول صوره ممتاز سمعتك احسنتي ركزوا معا يمليه بتكوا تقولوا هل هو مستنبت او نبات بري شو يعني مستنبت اللي الانسان زرعوا غرسوا ممتازين وبهتم فيه شو يعني نبات بري تنمو في الطبيعه لا يزرعها معلمتي ولا يهتم بها الانسان ممتازين احسنتم اسمه هذه النبتة الاقحوان وهي نبات بري بعرف احنا بفصل الربيع بتشوفوها وان شاء الله بعد الازم اللي احنا موجودين فيها بتطلعوا الجبال وبتقدروا تستمتعوا بالمنظر ممتازين الاقحوان معلمتي هو نبات بري ينمو في البيئة الطبيعيه انا زرعته انت زرعته كلا اذا معلمتي الاقحوان النبات بري ما اسمه هذه النبتة وهل هي نبات مستنبت ام نبات بري شو رايكو ايش بنوك لا بالسلطة بنحطه عشان بجزء السوره مش واضحه ايش بنحط معلمتي بالسلطة كثير زاكه ممتاز احسنتم جوعتكو اسف معلمتي احسنتم اسمه هذا النبتة الخس الخس نبات ايش مستنبت مين اللي زرعه معلمتي الانسان جاي بالوضور غرصها حطه بالتربة معلمتي غطاه بالتربة زودها بالماء نظف حواليها معلمتي اذا هي نبات مستنبت احسنتم اذا الخاس نبات مستنبت ما اسمه هذه النبتة وهل هي نبات مستنبت ام نبات بري شو رايكو شوفوا ما اجملها السب الربيع كمان معلمتي احنا بنشوفها ممتازين احسنتم شوفوا ما اجمل المنظر ممتازين احسنتم شقائق النعمان احنا زرعناها لا لذلك هي نبات شو بري ممتازين اذا النبات البر ينمو في البيئة الطبيعية لا يغرصه او يزرعه الانسان ولا يزوده بالماء احسنتم ممتاز واو ما اجمل المناظر اللي بتجيبها لمعلمة مرام ممتازين ما اسم هذه النبتة وهل هي نبات مستنبت ام نبات بري شو رايكو كمان معلمتي بنشوفوا بفصل الربيع ممتازين احسنتم اذا اسم هذه النبتة الصفير وهي نبات مستنبت كلا نبات بري ممتازين اذا الصفير نبات بري ينمو في البيئة الاصطناعيه لا في البيئة الطبيعيه ممتازين الانسان بيهتم فيه كلا بيزوده في الماء كلا احسنتم اذا معلمتي الصفير نبات بري ما اسم هذه النبتة وهل هي نبات مستنبت ام نبات بري شوفوا ما اجملها معلمتي شو رايكو يلا مش راح احكي مش راح اعطيكو رمز انا بعرف انكو كثير شاطرينو بتحبوها وانتبوا معلمتي في نباتات المحميه اللي احنا ممنوع نقطفها ممتازين احسنتم اسم هذه النبتة عصر راعي وهي نبات بري ممتاز ايش هي نبات بري احنا منزرقها منغروسها منهتم فيها كلا ممتازين تنمو في البيئة الطبيعيه احسنتم اذا عصر راعي هي نبات بري ينمو في البيئة الطبيعيه ايش وين بنمو معلمتي في البيئة الطبيعيه ممتازين ركزوا ما علمت بالصوره هاي جزء الاشي لونه احمر احنا بنوكلو هاي نعطيكو رمز ما اسموها بالنبتة وهلي هي نبات مستنبت ام نبات بري ركزوا المليح شو رايكو ممتازين احسنتم اشي لونه احمر مبين عندكو شوي عخضار قصة برمضان كثير بنوكل منو ممتاز احسنتم احسنتم كلكو عرفتوها معلمتي اسم هذا النبتة البندوره وهي نبات مستنبت ممتازين احسنتم اذا البندوره هي نبات مستنبت مين زرعوه الانسان مين بيهتم في معلمتي وبقدم له الماء الانسان ممتازين وين بنمو في البيئه الاصطناعيه بدي اسألكم معلمتي شايفين شادر هذا البيض معلمتي شو بنسميها اكيد تعلمت عنه شو بنسميها الدفيئه شو بنسميها معلمتي الدفيئه اذا الانسان معلمتي عملي الدفيئه عشان يزرع فيها قسم من النباتات ليش بكون طبعا موفر للنباتات فيها الماء والهواء ودرجة حراره مناسبه اذا البندوره معلمتي هي نبات مستنبت موجود في البيئه الاصطناعي اللي هي هنا عنا بالصدفه الدفيئه ممتازين يلا واو ما اسمه هذه النبتة وهل هي نبات مستنبت ام نبات بري ركزوا المليح تعصروا معلمتي صحيح ممتزين احسنتم احسنت البرتقال احسنت ممتاز ممتاز ممتزين معلمتي اسمه هذه النبتة شجرة البرتقال شو عنليه البرتقال طبعا البرتقال العصير مفيد ممتزين وهي نبات مستنبت كمان مره برجع شو النبات المستنبت الانسان بيزرع معلمتي بغرسه بحطه بالطربه بيزوده بالماء بيهتم فيه وين بزرعه في البيئه الاصطناعيه ممتزين احسنتم رح اعطيكو اسم معلمتي سؤال اسفه سؤالين عندكو سؤال واحد احط بضائره النباتات المستنبتة رح ارجعلكو شويه قبل ما نتكبد اعطيكو تحلو بذكركو النباتات البرية وين تنمو في البيئه الطبيعيه لا يغرسها ولا يزرعها الانسان تنمو معلمتي وين في البيئه الطبيعيه لا يزرعها ولا يغرسها الانسان امقاس في الانسان معلمتي مثل شو معلمتي وين حكينا بتنمو في البيئه الطبيعيه مثل الجبل مثل الحقل البري مثل الاحراش معلمتي مثل معلمتي شاطئ البحر بتكو تحطولي هون على النباتات المستنبتة النباتات المستنبته هي النباتات التي يزرعها الانسان يزرعها ويغرصها ويزودها بالماء وبنطلف كمان معلمتي حواليها وين بزرعها في البيئة الاصطناعيه اما في البيت او في الحقل او في التفيئه ممتزين بتكوا تحطوه لدائرة السؤال الثاني المشترك لنبتة النرجس والصفير وعصر راعي شو المشترك بين هذول الثلاث معلمتي جميعها نباتات مستنبته كل هذول الثلاث نباتات مستنبته جميعها نباتات برية ولا جميعها جيم احنا كلنا منقلهن راح اعطيكو داكيكتين تنسخوين على الدفتر وبرجعلكو يلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة مرحبا يا حلوين رجعت لكو اشتكتولي وانا كثير اشتكت لكو اذا كان عنا سؤالين طلبت منكو تنسخوا ايش سؤالين السؤال الاول بذكركو فيه قحت بضائره النباتات المستنبته بدنا نحط فقط على النباتات شو المستنبته حتى نمشي نبتي نبتي النرجس معلمتي نبات شو ممتازين النرجس نبات بره يعني شو نبات بره مع المرام فهمينا ممتاز احسنت بجاوبك النبات البره ينمو في البيئة الطبيعية ولا يغرسه او يزرعه الانسان ولا يقدم له الماء اذا وان بنمو معلمت النبات البره في البيئة الطبيعية احنا زرعنا كلا احنا معلمتي بننظف حوالي من زوده في الماء لا معلمتي وانا بنجده في بالحقل البري بالحور الشاطئ البحر ممتازين هتا ناخذ النبات الثاني ممتازين حطيتوا عليه البرقوق احسنتم البرقوق نوع معلمتي من انواع الفواكن اللي احنا بنقينا ممتازين اذا هو نبات مستنبت شو النبات المستنبت معلمتي هي التي اسفه النبات المستنبت هو اللي بزرعه مين الانسان بزرعه بغرسه الانسان بزوده في الماء معلمتي وان بزرعه في البيئة الاصطناعيه احسنتم الثاني يلي هي البندوره ممتازين نبات مستنبت البندوره معلمتي نبات مستنبت خيار مالو الخيار معلمتي نبات مستنبت احسنتم اذا النرجس لا البرقوق نعم نبات مستنبت البندوره لخيار الملفوف اكيد زاك الملفوف السلطة ولا ملفه ممتزين جوعتكم الملفوف معلمتي كمان نبات مستنبت ينمو في البيئه الاصطناعيه من زرعه الانسان ممتزين والخس معلمتي اذا النباتات المستنبتة بالسؤال الاول هن البرقوق البندوره لخيار الملفوف والخس هذول النباتات المستنبتة التي يزرعها ويغروسها الانسان ويهتم بها وين بزرعها معلمتي في البيئه الاصطناعيه ممتزين وبستفيد منها كمان شو بيعمل معلمتي بستفيد منها ممتزين لاشو احنا منحتاج هاي الاشياء بنوكلها ممتزين احسنتم في ايش من نزرعها معلمتي كمان منستفيد منه ايش للظل للمنظر ممتزين احسنتم سؤال اثنين المشترك لنبتة النرجس الصفير وعصر راعي جميعها مالها ايش نباتات برية شو يعني نباتات برية نباتات لا يزرعها ويغروسها الانسان تنمو في البيئه الطبيعيه وين بتنمو في البيئه الطبيعيه ايش في معلمتي مثل الحقل الحرش شاطئ البحر ممتزين كمان معلمت النباتات البريه بنستفيد منها بتعطينا منظر كثير حلو ممتزين السؤال الثاني كمان مره بتكو تصنفو اعطاتكو جدول ذاك تصنف النباتات البرية والنباتات المستنبته راح اعطيكو ثلاث دقائق شو بتكو تعملو اننا نصنف النباتات البرية والنباتات المستنبته عندكو الملوخيه بنظورها صفير شجرة البلوت كوسا ليمون خوخ اقحوان شجرة السنديان والنرجس راح اعطيكو ثلاث دقائق يلا اشتركوا في القناة 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 مرحبا يا حلوين ارجعت لكم كيف كان السؤال اكيد سهل عليكم ممتازين حتى نحل مع بعض بس تتأكد من الاجابات يلا شو طلبت منكو قبل نصنف النباتات البرية والنباتات المستنبته ممتازين انا جيت صنفتن نفحص مع بعض ərات شجرة البلوط اشه معلمت ممتازين شجرة البلوط نبات شو برعّى ينمو في البيئة الطبيعية اثنين سوفر شو حكينا سوفر نبات بره ينمو في البيئة الطبيعية واسا بلشنا نشوفو بفصل الربيع لقحوان ثلاثة اقحوان الاقحوان معلمت نبات بروة ينمو في البيئة الطبيعية لا يزرعه او يغرسه الانسان ولا يهتم به بزوده بالماء كلا كمان معلمتي شجرات السنديان اشي نبات بره اخر اشي معلمتي انرجس انرجس معلمتي من النباتات البرية ممتازين هتا نشوف شو عملته عند النباتات المستنبته اوه ملوخيه نطبخ اليوم ملوخيه احنا برح طبخنا ملوخيه كيفته اه جوعته ملوخيه نبات مستنبات من اللي زرعه يزرعه الانسان ويغرصه ويقدم معلمتي الماء ممتازين البندوره ممتازين نبات مستنبات الكوسه نبات مستنبات الليمون ممتازين والخوخ اذا عندنا معلمتي طلبت منكو تصنفوا لنباتات برية ونباتات مستنبته راح اخلي كم ثاني قدامكو اللي عندو خطه انا متأكد انكو شطرين بقدريمحه ويشوف يلا خلي كمان ثاني كلكو عندكو صح اكيد كلكو عندكو صح اذا بالجدول صنفنا نبات بره ونبات مستنبات احسنتم راح احلخص راح احلخص اسا شو تعلمنا شو اليوم لمعلم مرام معلمتنا علمتنا لمعلم مرام انه النباتات البريه هي النباتات التي تنبط في الطبيعه ولا يتدخل الانسان في زراعتها او رعايتها الانسان معلمتي بتدخل فيها بزرعها وفرها الماء كلا ومعلمتي النباتات الطبيعيه اللي هي البريه كمان منستفيد منها المنظر كمان الكائنات الحي معلمتي ايش الها بيئه حياتيه مثلا الطيور وان بتبني بيوتها على الاشجار في الطبيعه مثلا الافاعي بتتخبه هناك معلمتي كثير من الحيوانات اللي بتعيش في البيئه الطبيعيه ممتزين كمان معلمتي عنا النباتات المستنبتة النباتات المستنبتة هي النباتات التي يزرعها ويغرصها الانسان ويعتني بها ويزودها بالماء والحماية احنا معلمتي بنزرع ليش هاي الاشياء عشان نستفيد منها في ايش بعطينا الظل ايش بتعطينا المنظر وكمان معلمتي للطعام ايش للطعام ممتزين احسنتم اذا لمعلم مرامي اليوم علمتنا عن نوعين من انواع النباتات اللي هي النباتات البريه التي تنمو في الطبيعه ولا يتدخل الانسان في زراعتها او رعايتها والنباتات المستنبتة هي النباتات التي يزرعها ويغرصها الانسان ويعتني بها ويزودها بالماء والحماية كيف كان الدرس معلمتي انبسطته شكرا كثير لكم بعرف انكم كثير انبسطته طيب راح اعطيكو وظيفة بيتية بعرف ان بجوزه سكي الدمي راح اعطيكو دكيكه تنسخوا الاسئله وعشان تحلوهن بالبيت طيب اسئل كثير بسيطة السؤال الاول ما الفرق بين النباتات البرية والمستنبتة بس حكيته طول الحصه وانا شو احكي النبات البريه لا يزرعه ويغرصه الانسان ولا يتدخل فيه المستنبت هو اللي بزرعه الانسان معلمته بهتم فيه سؤال اثنين ماذا نستفيد من النباتات البرية والنباتات المستنبتة شو بتستفيد من النباتات البرية شو بتستفيد من النباتات المستنبتة كمان حكيت راح اعطيكو دقيقه شكرا اشتركوا في القناة اذا معلمتي كان داري اعطيتكم سؤالين للبيت راح اذكركم فيه هنا على السريع اسفه كمان مره النباتات البرية هي النباتات والنبتات معلمتي تنبت وين في البيئة الطبيعيه بتدخل فيها الانسان كلا بزرعها الانسان معلمتي بهتم فيها كلا اذا النباتات البرية هي التي تنبت في الطبيعه ولا يتدخل الانسان فيها او في زراعتها ممتازين النباتات المستنبته هي النباتات التي يزرعها ويغرزها الانسان ويعتني بها ويزودها بالماء والحمايه حكا تلكم نستفيد من هنا معلمتي نستفيد للظل للمنظر للطعام نفس الشي معلمتي الكائب في الطبيعة في البيئة الطبيعيه الكائنات الحقيق كثير تستفيد منها و احنا كمان المنظر ممتازين اذا هذا سؤال بساعدكم لسؤال الوظيفه وهيك احنا خلصنا اليوم الدرس وشكرا كثير لكم كانت معكم المعالمي مرام عبدالقادر من الطيبة بتمنى انكم استمتعتوا بالدرس باي